تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة افتتح أول مركز شامل من نوعه على الصعيد الإقليمي يتم تأسيسه لإيواء الضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات الإتجار بالأشخاص وتشرف على المركز اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بدعم من هيئة تنظيم سوق العمل ويقدم خدمات متكاملة وبطاقة استعابية تتجاوز المئة شخص التفاصيل في التقرير التالي لا تقاس المجتمعات بما تقدمه للطبقة القوية من دعم لتكون أقوى وأكثر سلطة لكن تقاس بما تقدمه للضعيف والفقير للحصول على حقوقه الإنسانية كانت هذه الرسالة التي توجز جهود مملكة البحرين التي اعتبرتها الأمم المتحدة في الصدارة لحماية البشر من الاتجار بهم والاستهزاء بكرامتهم البحرين حريصة جدا على أن توفر الحماية لجميع المقيمين وجميع المواطنين خاصة فيما يتعلق بسوق العمل اليوم هذا المركز يقدم خدمات متنوعة لكافة العمالة الوافدة أو لمن يرى بأنه يعني تعرض لديه شكوى أو تعرض لأي نوع من المخالفات افتتاح مركز الإيواء لمكافحة الاتجار بالبشر تم تتشينه في أقل من ستة أشهر بشراكة مجتمعية وبتوجهات الحكومة الموقرة لعززة من الشراكة التي تجمع البحرين بالأمم المتحدة منذ سنوات في هذا الصعيد قانون عرف ضع الجريمة وعرف ضحاياها ولكن هذا المركز سوف يقوم بحماية الفئات المستضعفة قبل أن تصبح ضحايا التجار بالبشر وهو أسلوب استباقي لكي نحل المشكلة قبل وقوعها قطأت هذه الخطوة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لتقدم مركزا ولد في الحقيقة كما تراه الأمم المتحدة متكاملا وولد قويا الوصفة السحرية التي تحدست عنها هو أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لم تسعى فقط لأن تنشئ هذا المركز بما لها من رؤية متطورة ومن خلال شركتها مع الأمم المتحدة ولكن سعت إلى أن تكون موجودة بداخله كافة الجهات المعنية المركز الذي افتتح أبوابه أمام هذه الفئة المستهدفة روج لفكرة ربما قل ما تم تداولها أو النظر إليها كجزء من الحل وهي حماية هذه الفئات قبل أن يتاجر بهم وأن يكون على يقين أن هناك من سيتلقى اتصالهم على رقم تسعة تسعة خمسة بسبع لغات ليقدم لهم المساعدة وكافة الخدمات بين جدراني هذا المركز وصفت المركز بأنه ولد متكاملا وأن هذه التجربة ستعتمدها وتحتويها الأمم المتحدة بين أروقتها خلال السنوات القادمة لتكون تجربة ماثلة أمام الدول في مكافحة الاتجار بالبشر سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحراء